أرضكم قد تحررت بالكامل قبل عام من الآن أعلن حيدر العبادي النصر الكامل على تنظيم الدولة مستعيدا بذلك كل الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم ومتوعدا ببدء صفحة جديدة قوامها البناء والإعمار مر عام وبدأ آخر وأثار الحرب بل الحرب نفسها لا تزال حاضرة في النفوس وعلى الواقع وكأن بوابة الجحيم التي فتحت على العراق قبل 15 عاما لم يكتب لها أن تصد ثلاث محافظات عراقية سيطر عليها التنظيم بظرف أيام قلائل قبل أربع سنين وتهاوت فرق عسكرية صرفت عليها المليارات ودخل العراق حينها دوامة أخرى من العنف دفع فيها الكثير ثلاث سنوات ويزيد دامت الحرب على تنظيم الدولة من جرف الصخر في جنوب بغداد ثم صلاح الدين وديالا إلى الفلوجة والرمادي وصولا إلى الحويجة والموصل في الشمال تكلفة مخيفة وثمن باهظ دفعه سكان تلك المدن الطرف الخاسر الوحيد في المعركة حالت حرب الثلاث سنوات مدنا كالموصل والرمادي وغيرهما إلى مدن أشباح بدمار فاق الثمانين بالمئة وفق مصادر الحكومة بالإضافة إلى قتلا بالآلاف كأربعين ألف قتيل في الموصل فقط ليتبعهم زهاء الخمسة ملايين نازح اكتظت بهم المخيمات لكن وبعد عام من إعلان الحكومة ما سمته النصر لا يجد سكان تلك المدن إلا الحرب وآثارها والمشاركون فيها أمامهم فلا البيوت المهدومة عمرت ولا المدن التي توشك على الاندثار التفت إليها أحد بل خرجوا من تحت سلاح تنظيم الدولة إلى سلاح الميليشيات حتى النازحين لم يختلف حالهم كثيرا فمن سمح له بالعودة لم يجد ما يرجع إليه فنزح من جديد هذا فضلا عن آلاف المعتقلين تحت الذريعة ذاتها زجبهم في سجون لا يعلم الداخل إليها إن كان سيخرج حيا أم لا وتكاد أطروحة النصر الحكومي تصطدم بتحذيرات الحكومة من عودة محتملة للتنظيم ومن خطر كبير ما زال يمثله فإذا ما الجدوى من تلك الحرب أمن على سكان مدن بعينها دفع الثمن ذاته سواء بحرب أو سلم ترجمة نانسي قنقر